طيب تعال نروح لي أخبار نادي الزمالك طريق حامد بيرسل تقرير عن حالته للجهاز الطبي بنادي الزمالك طريق حامد بعت الفحوصات الطبية الجهاز الطبي بيشوف هذه الفحوصات حتى هذه اللحظة لأحد من إدارة نادي الزمالك أو من الجهاز فان يتواصل سوى الجهاز الطبي مع طريق حامد لحين التأكد من سبب غيابه خلال هذه الفترة عن الفريق محنش بتكلم معاه لأول بس تثبت لنا أن أنت كنت غايب لسبب واضح وصريح وهو الإصابة وبعد كده نتكلم ونشوف هل كان فيه بجد غياب بسبب إصابة ولا كان غياب لأي سبب آخر تمام إن شاء الله الأمور تتحسب بالنادي الزمالك طريق حامد لعب كبير وإدى النادي الزمالك الكثير والزمالك أكيد إداله أكتر جهاز الطبي بنادي الزمالك بيبلغ إدارة النادي بإصابة أبو جبل إصابة أبو جبل عبارة عن مزء في العضلات وتأرير الجهاز الطبي قال إنه إصابة اللاعب بمزء كان من قبل انضمامه لسفوف منتخب مصر واللعب كان بيشارك بشكل طبيعي ماشي ماشي بريرة قعد مع عزيزو وأشرف بن شري في تدريبات نادي الزمالك قال لهم إيه؟ قال لهم الفترة اللي فاتت أنتوا ماشيين كويس مفيش خلاف بس التامينات الخاطئة كانت كتير الضغط على تفاعل خصم مش كبير في أمور لازم تتحسنوا فيها عشان تاخدوا أو تحافظوا على أماكنكم الأساسية في الفريق من الآخر كده بين السطور أنا بقعد معاك ونبيهكم على الأخطاء الفنية القليلة زيزوا لعب كبير بنشرق لعب كبير بس بشولكوا على الأخطاء الفنية عشان تشوفتوا دلوقتي اللعبة الصغيرة جاهزة تنزل وتشارك لو أنت في الأول حاسس أنك مكانك محفوظ دلوقتي ما بقاش محفوظ رغمكمتك الكبير هذا شيء زكي من فريرة كالعاد طيب حازم وعبدالغني ومحمود علاء فرصهم صعبة أنهم يلحقوا بمبارات الزمالك قدام سيراميكا كلوباترا بسبب الإصابة حيبقوا خارج المباراة اللي جاية تدريبات شهدت أن التلاتة ما فيش تمرينات في الملعب كانوا بيتضروا بس في الجيم أحمد فتوح كمان وحمزة المسلوسي لسه ما تأكدش مشاركاتهم في مبارات سيراميكا هيخضعوا لاختبار طبي وبعد كده الجهاز الفني هيشوف هل هم جاهزين للمشاركة في المباراة ولا لأ بريرة سياستو وأنه اللعب اللي ما يشاركش في آخر التامنينة للفريق قبل المباراة ما يبقاش فيه قائمة المباراة عشان كده ممكن يبقى فيه صعوبة في لحقهم بالمباراة